من الأخبار المحلية نروح للبنان ويمكن يوم التلاتة اللي فات كلنا تابعنا إعلان حزب الله في بيانه أنه تم بالفعل انتخاب نعيم قاسم أمين عام للجماعة في لبنان خلفا لحسن نصر الله بعد هذا الإعلان شفنا الناس يعني تتابع هذا الأمر ما معنى هذا الاختيار بداية هل ممكن يكون بداية ليه التهدئة مع إسرائيل ايه تابعاته من برح شفنا وتابعنا برضو كلمة ليه نعيم قاسم قال فيها أنه هذه الجماعة أنه جماعة يعني حزب الله تحت قياته وتستمر في تنفيذ خطة الحرب وأن برنامج عمله هو استمرار لبرنامج حسن نصر الله في كل المجالات السياسية والاجتماعية نعيم قاسم أضاف كمان في كلمته أن حزب الله مستعدة لمواصلة القتال لأيام وأسابيع وكمان شهور وطالب الجيش الإسرائيلي بالخروج من الأراضي اللبنانية إسرائيل كمان كان لها رد على نعيم قاسم وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت نشر تغريدة على حسابه على أكس وقال أن التعيين مؤقت ولن يستمر طويلا طبعا في عندنا علامات استفاهم أيضا على دلالة هذه الجملة